موسيقى حياكم الله أعزائنا المشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد مجدداً مع شاعر الثورة السورية الشاعر الذي ينتمي إلى كلمته وتنتمي كلمة الحب والسلام إلى شعره تنتمي كلمة الثأر والحق إلى شعره تنتمي كلمة الأمل بالقادم إلى كل ما يكتب ويجود به من قصيد معنا هنا دكتور أنسد غيم من سوريا أهلاً وسهلاً بك مجدداً في بيت القصيد دكتور أنسد دخياتي لك شاعرنا الجميل الأستاذ مصطفى سهلاً وسهلاً بك دكتور أنس في البداية إذا أردنا نتحدث عن الشيء وجدناه كثيراً في قصائدك وهو اختيارك للعنوان أن يكون من مفردة واحدة على أن تكون معرفة مثل الرهان الغار الصولجان ما هو سر هذه التسمية؟ أولاً اختصار التسمية في كلمة واحدة تأخذ القارئ إلى استكشاف مكنونات نعم يعني سيسأل نفسه السؤال المعنى لن يصل بأكمله ولا حتى بمعشار ما في القصيدة من خلال كلمة لذلك هذا سيدفع القارئ إلى استكشاف مكنونات القصيدة وسيقول ماذا يريد الشاعر بهذا العنوان وربما جاء العنوان وهو الكلمة الواحدة ليس له تلك العلاقة الوطيدة بالنص هذا أيضاً سيدفع القارئ أكثر إلى الاستكشاف إلى تفحص النص إلى الانتباه لجزئيات يريد الشاعر من المتلقي أن ينتبه إليها ثم أنا لا أريد أن أغرق القارئ بداية بجملة لذلك فأريد منه أن يدخل النص بسرعة أحسن لكي يعرف ما فيه لذلك أنا أكثر عنويني وإن لم يكن كل العناوين أكثر العناوين أختصرها في كلمة واحدة الصولجان الغار الرهان وهكذا جميل جداً دكتور أنس ربما اعتاد عليك جمهور المحبين ومحبو أنس دغيم كثر وأنا أسأل الله أن يزيدوا دائماً مارك الله عزيزي فأطمع بمحبة الناس شيء إيجابي وخلق قوي ربما تعودوا أن تظهر وتلقي الشعر غيباً لا عن الوراق وأنا هنا أثمن موافقتك على طباعة النصوص الجديدة حتى أناقشك ببعض مضمونها لأنها إذا ظلت حبيسة عقلك فسيصعب علي الوصول إليها دعني من هنا أستندت سؤالاً دكتور أنس هل ترى أن الشاعر من الواجب عليه أن يحفظ قصائده أم لا مانع من الاسترشاد بالورق أحياناً ليس من الواجب ولكنه الأفضل حقيقة من خلال أمسياتي الشعرية أو تقديمي لبعض الأمسيات نعم وقع الكثير من الشعراء في ارتباك وحرج مثلاً في أحد المرات شاعر نسي ورقة من ورقات القصيدة سقطت منه سهواً وهو يقرأ القصيدة ووصل إلى بيت يجب أن لا يكون هنا تفحص الأوراق وإذ بورقة قد سقطت سهواً يجب أن يحسب الشاعر لهذا حساباً لذلك فأنا أطلب من كل الشعراء أن يحفظوا القصائد ما أمكن إلى ذلك سبيلاً يعني من أجل تلافي هذه المواقف الذي قد يوضع فيها أي شاعر أنا وغيري طبعاً أنا في كثير من الأحيان تعرضت أيضاً لمواقف اضطررت حينها إما لإكمال البيت تلقائياً ربما حينها لا تسعفني الذاكرة والبلاغة كنت أنقص هذا البيت وأكمل من البيت الذي يليه لكن هناك من لا تسعفه اللحظة فيعجز عن التصرف فيرتبك إذن لا بأس باستخدام الورقة جميل جداً يعني أنا أفضل أن يكون مع الشاعر شعره المكتوب نعم ولكن أن يكون حافظاً لهذا الشعر فيلقي القصيدة حتى إذا حاجه الموقف أو نسي أسعف نفسه بالنص المكتوب أحسنت إجابة وواثقون أنك ستحسن شعراً إلى الافتتاحية الشعرية أولى القصائد عنوان القصيدة التي ستقرأها في بداية هذه الحلقة أفتتح بي أين الإقامة؟ بيتي أول البلد أين الإقامة؟ بيتي أول البلد من جانب الغيم لا من جانب الوتدي ومن تكون أنا ابن الأرض سيدها ونوحها الفرد في طفانها الأبدي الله ومن تكون أنا ابن الأرض سيدها سيدها ونوحها الفرد في طفانها الأبدي جميل من أين؟ من وجهها الشرقي من دمها الشامي من مائها المكي من صفدي ومن أبوك أب الفلاح والوطن الدافي وصوت أذان الفجر يا ولدي ماذا تريد؟ بلاداً لا يحاكمها ذئب ويحكمها مليون مضطهدين ماذا تريد؟ بلاداً لا يحاكمها ذئب ويحكمها مليون مضطهدين ماذا تحب؟ أحب القمحة قمحة أبي وصوت أمي على التنور يا كبدي والشعر وجه شهيد الحي أجمل من كل القصائد عالي المتن والسندي الله الله ومن ورائك من فوقي ويعصمني حبل من الله لا حبل من المسدي حبل من الله لا حبل من المسدي دام حبل قلبك وشعرك متصلاً بالسماء دكتور أنس قصيدة عالية جداً وتؤسس لجيل لا يعرف المستحيل ولا يتنازل عن الحقوق والثوابت ولا يعترف بالتعب في مشواره نحو الحرية ليس كذلك؟ بالتأكيد مشوار الحرية طويل جداً الثمن قد يكون باهضاً جداً ولكن الحرية تستحق من قال إن اليأس حل الحل في أن نستمر هل تسلل إلى أرواحكم الندم؟ الندم لا ربما تعب البعض ولكن سيكمل أما الندم فلماذا تندم على ما هو مشرف؟ سأقرأ بعد قليل قصيدة إن كان حظك أن الثورة اشتعلت وأن تحيّن فهذا حظك الأوفى يكفيك أن يسجل في سيرتك الذاتية أنك ثائر على الاستبداد والطغيان يكفيك أن يقال إنه كان في حياته ثورة يكفيك أن يقال بعدك بجيل وجيلين إنه قال لا لكل طغيان واستبداد هذا كلام جميل دكتور أنس لكن إذا ما أردنا أن نخوض غمار الآليات هل ينقص السوريون على وجه التحديد؟ هل ينقص السوريين شيء ما حتى يصلوا إلى هدفهم المنشود باعتقادي؟ ربما ينقصنا الكثير من استجماع القرار نعم الوطني هذا بالدرجة الأولى أحسن أن يكون لنا توجه وطني نحو هدفنا الذي ثرنا من أجله في البداية وهو إسقاط الطغيان أحسن عندما نستجمع هدفنا الوطني لا بد أن نصل إلى نتيجة ولا بد أن نصل إلى الحل الذي حسبنا له حسابا وقلنا إننا سنصل إليه ذات يوم نحن لم نحدد المسافة بيننا وبين الحرية ولكن حددنا وعزمنا على السير نحو هذه الحرية نعرف أن الألف ميل تبدأ بقذيفة واحدة وبشهيد واحد وبصرخة حرية واحدة ولكننا سنمشي وسنكمل المشوار إن شاء الله بإذن الله هذا المشوار سيكون مكللا بالانتصار والفخار ولا شك في ذلك ولا خلاف عليه إذا ما أردنا الآن أن أتحدث عن فكرة الشاعر ببساطة دكتور أنس هل الشاعر مطلوب منه أن يكون بطلاً أن يكون فداءً أن يكون قائداً أن يكون محرضاً أم أن دوره من الممكن أن يؤدى بمحدودية ما يقدمه من فكر من نصح من شعر من قول قد يبعث الحياة في النفوس أين تجد دور الشعراء دون أن تصاعبها عليهم قد يقول قائل لن أصاعبها أنا أطلب من الشاعر فقط أن يكون متصالحاً مع نفسه فما خرج من القلب وقع فيه كما قالت العرب أو ما خرج من القلب وقع في القلب أحسن عندما يتصالح الشاعر مع ذاته ستكون كلمته صادقة مطلوب من الشاعر أن يصدق الناس بكلماته وإلا لما حركهم كان محمد أقبال رحمه الله الشاعر الإسلامي الشاعر الشرق كما يقال نعم كان يكتب القصيدة الواحدة فيتحرك كل الشارع الهندي يخرج مئات الألوف في مظاهرات صحيح من قصيدة صدق أذكر أنه من أولى قصائده كانت قصيدة اليتيم خرج في اليوم التالي أكثر من مئتي ألف يطالبون بالحرية والاستقلال عندما يتصالح الشاعر مع ذاته تخرج منه الكلمة الصادقة بالكلمة الصادقة تحرك جمهورك نعم وتسوقهم سوقا إلى تصديقك وإلى القناعة بحرفك وفكرتك هذا فقط وباختصار فلن أصعب على الشاعر لن أقول له يجب أن تكون ملائكيا لا ولكن كن ابن الشارع ابن الناس ابن الهم ابن الذين تكتبوا لهم ولهذا نقول لا تكتبوا للناس من برجا عاجيا باسق انزلوا إلى النبض ولذلك أنا كنت أنصح كل شاعر أقول له لا تكتب حرفا واحدا في صحائفك حتى يتوضأ بماء زمزم ويصلي في القدس خمسة مرات الله مدلول هذه العبارة أن تكون لصيقا بقضايا شعبك بهموم أمتك حينها تكون كلمتك فاعلة ومحركة رأيك ما شاء الله لا يقل جمالا عن شارك دكتور أناس وفيه من الحكمة ما فيه قناة الأدب الخالد هي قناة شارية على يوتيوب سنتحدث عنها أنا وأنا إن شاء الله ولكن بعد أن نشاهد إحدى القصائد المنشورة على هذه القناة ما رأيكم لا بأس إذن مشاهدين الكرام نخرج الآن إلى هذه القصيدة ضمن فقرة قصيدة للوطن نتابعها من ضمن سلسلة الأدب الخالدة المخصصة للشعر والشعراء احتفاءا بالمشهد الشعري وانتصارا للفصحة التي تشرفنا جميعا نتابع هذه القصيدة ومن ثم لنعودة ابقوا معنا سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب تعرى فروع الأنسبي وتجتلي ثمر القلوب حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب يا نفس توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوب واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب والسعي في طلب التقى من خير مكتسب الكسوب ولقل ما ينجو الفتى المحمود من لطخ العيوب حياكم الله عزيزينا المشاهدين ومجددا نرحب بكم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيفنا من سوريا وشاعر ثورتها الدكتور أنس دغيم مهلا وسهلا بك دكتور أنس معنا قبل قليل شهدنا هذه القصيدة من سلسلة الأدب الخالد والتي تعدها وتجهزها شبكة آرام الإعلامية إن لم تخني الذاكرة ما الهدف من هذه السلسلة أو هذه القناة التفاعلية شبكة الأدب الخالد أو قناة الأدب الخالد تفضل طبعا الفكرة ليست جديدة ربما لأي متصفح على يوتيوب أن تصادفه الكثير من القصائد التي قيلت بصوت فلان أو صوت فلان الفكرة جديدة بما سيأتي إن شاء الله نعم فهناك تجديد لهذه الفكرة ولكن انطلقنا من كون الحاجة إلى استكشاف كنوز الشعر العربي والأدب العربي نعم هناك كنوز كثيرة وثمينة في كتب الأدب العربي لم يستخرجها كثيرون من الذين رووا القصائد أو نقلوها هذه القصائد حقها علينا وحق شعرائها من قالوها علينا أن نصدرها للناس فكانت فكرة الأدب الخالد وهي انتقاء أجمل ما قالت العرب من شعر وحتى من نثر وإخراجه إلى الناس بصيغة جميلة مرفقة بفيديو يتناسب مع فكرة أو مضمون الأبيات وبصوت يكون لائقا بالشعر فعلا أبرز الأصوات التي تقرأ هذا الشعر لمختلف الشعراء من خلال الأدب الخالد كان صوت أنا سدغيم وأخيه خالد نعم صوت أخي خالد أدغيم خالد في القراءة متميز جدا إذا أردت وهنا ربما يكون سؤالا مفاجئا إذا أردت من هنا أن توجه لخالد رسالة متعلقة بفكرة الأدب الخالد ماذا كنت ستقول له أو ستقول له أقول له أن يستمر بالفكرة ولكن أن يجدد فيها فالناس بحاجة إلى تجديد الأفكار وليس القوقعة في قالب معين نعم وهو جدير بهذا إن شاء الله بإذن الله إلى قصيدة جديدة دكتور أنس ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ ما عنوانها؟ الصنم يا ساتر الله يستر تفضل يا أول المائي ماذا يكتب المرفى عن أول البحري أو عن آخر المنفى عن حبتين من القمح الذي حصدوا لم يزرعوه لم يخبزوه لكي نعرى لكي نحفى الله عن بندقية صياد فريستها شامية وجمال الشام لا يخفى نحن الذين لما فينا من الغنج الشامي نذبح باسم الحسن أو ننفى يا الله نحن الذين لما فينا من الغنج الشامي نذبح نذبح باسم الحسن أو ننفى تقاسمتنا فجاج الأرض نحن هنا يا أرض نسقط عن أطرافك الخوف أجل نفينا وما قلنا لطاغية سمعا وطوعا ولم نخفض له طرفا سيصلبون على عيدان سطوتهم غيم النبيين ماء الله ما جفا سيقطعون يمينا أقلقت صنما أقصى استطاعتهم أن يقطعوا كفا سيقطعون يمينا أقلقت صنما أقصى استطاعتهم أن يقطعوا كفا لا يعلمون بأن الأرض مثقلة بالأنبياء وأن الثأر ما كفا وأنك الوطن الأغلى وليس لنا ظهر ونحمله كالسر يا الله ويا أبانا الذي أمرطنا شغفا نحتاج حبك لا نحتاج أن نشفى لو لاك لو لاك لم نحمل جماجمنا على الأكف وهذا الحمل ما خفا لو أن حرفا صفا يوما لطاغية وما لعنا محونا ذلك الحرفا قربان حبك أن نحفا ولا يجدوا منا يدا تتمناهم ولا خفا قربان حبك أن أن نحفا ولا يجدوا منا يدا تتمناهم ولا خفا يمين وقيل إن رؤوسا أينعت ولقد حان القطاف فقلنا عجلوا القطفا وقيل إن لكم سقفا فلا تطأوا الأرض الحرام فقلنا لم نجد سقفا الله أحلامنا نحن موسيقى وليس لهم أن يخنقوا الصوت أو أن يوقفوا العسفا هذا الطريق الذي عبدته بدمي لن يبصر النور حتى أكمل النسفا وكلما كسروا سيفا شققت على صدري لأصنع من أضلاعه سيفا الله وكلما كسروا سيفا شققت على صدري لأصنع من أضلاعه سيفا وكم توعد هذا البيت أبرهة والفيل هاج وهذا الجفن ما رفا نحن الطيور الأبابيل التي حملت من طين سجيل حتفا يحمل الحتفا سينهض الطفل ابن العشر في فمه مليون لا تتحدى عشره ألفا سينهض الطفل ابن العشر في فمه مليون لا تتحدى عشره ألفا على جدار بلا قلب سيكتب لا للطارئين ولا للسجن والمنفى إن كان حظك أن الثورة اشتعلت وأنت حي فهذا حظك الأوفر إن كان حظك أن الثورة اشتعلت وأنت حي فهذا حظك الأوفر يكفي أنعم به من حظ دكتور أناس وأنعم بها من رسالة تضع أصحابها على الطريق حتى يتبصر الدرب القويم نحو بوابة الحرية المنتقبة بعد هذه القصيدة لابد من وقفها مع سؤال ربما يكون غريبا نوعا ما ما الذي يريده الشاعر من الجمهور وباعتقادك ما الذي يريده الجمهور من الشاعر تفضل ربما أتينا على ما يريده الجمهور من الشاعر نعم أن يكون الشاعر ابن عمه نعم وابن قضيته أما ما يريده الشاعر من جمهوره نعم حتى أنني أعرف من ذاتي أنني لم أكن يوما في منأة عن هموم أهلي وقومي نعم لا أستطيع أن أنفك عن القدس مثلا عن العراق فهي لابد أن تسكن في أبياتك أن تسكن في نبضك عندما تكون أنت متصالحا مع نفسك ومع قضيتك لا بد أن تجد لكلماتك الصدى الذي تتمنى أما ما يريده الشاعر من الجمهور نعم فأن يحافظوا على هذا الصدى تماما أن يتفهموا أن يعرفوا أن هناك قلبا عاش همومهم فكتب لهم الحروف وكتب لهم القصائد وسهر الليالي لكي ينقل همه إلى همومهم نعم ولكي يترجم همومهم إلى العالم فالشعر رسالة لا بد أن تصل إلى العالمية من خلال قلب الشاعر الذاته أحسنت أحسنت إجابة دكتور أنس الآن ربما سنذهب إلى فقرة مختلفة قليلا عن المعتاد سأطرح عليك أسماء خمسة شعراء كلهم من العصور القديمة أو من المتوفين لا من المعاصرين وتتحدث باختصار عن أثر تجربة كل منهم ليس على شخص أنس الغيم وإنما رأيك الذاتي في تجربة هذا الشاعر إذا تحدثنا عن أحمد شوقي مثلا ماذا يمكن أن نقول أنا من الذين بايعوه أميرا للشعراء جميل أحمد شوقي أحمد شوقي كان شاعرا موسوعيا كان يكتب قلبك وقلبي لذلك أنا عندما أقرأ لأحمد شوقي فإنني أقرأ قلبي وأكتفي أكتفي به عن كثير من الشعراء لأنه نقل ما أحسه أنا حتى كشاعر ربما أعجزتني العبارة فذهبت إلى أحمد شوقي لأقرأ له أشاء الله فقرأت له ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم وقرأت له كيف ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسما وثنا وقرأت له سلو قلبي غدا تسلا وتاب لعل على الجمال له عتاب إذن له الحظ الأوفر من نفسك طالما أنك باعته أميرا للشعراء ماذا عن محمد إقبال جعلني شاعرا جميلة هذه الإجابة محمد إقبال أسطورة نفسه لم يكتب بالعربية يعني هو لم يكتب بالعربية ولكنه كتب بلغة قلبه تماما فعندما أقرأ له كن مثل إبراهيم في الإيمان حتى تزيل معابد الأوثان لا تفشل الأنعام أسرار الأسود ولا حديث الصقر للغربان من شاب في نسج الحصير فما له يوما إلى نسج الحرير يداني الله فهو يكتبني وعندما أقرأ له يا رأس مال البائسين ويا منار الحائرين أدعو الإله يهب لأمتك الشجاعة واليقين ويعيذهم من شر خوف الموت من قبل الممات الخوف يفني البائسين وهم على قيد الحياة يا الله فهو يكتبني قد أكون مطلعا على شيء من نظرتك إلى نون النسوة في الشعر لكن ماذا عن الخنساء؟ الحقيقة الخنساء يعني كشاعرة نعم هي لا شك أن لها السبق يعني في شاعرات كتبنا الشعر نعم ربما إذا قرننا شعرها بالشعراء الذين عاصروها ربما كان ضعيفا بعض الشيء إذا نظرتك لنون النسوة لا تزال كما هي تقريبا طيب دعنا نذهب الآن إلى المتنبي ماذا عن المتنبي؟ بالحقيقة أسطورة نعم حقيقة المتنبي كنت منذ طفولة أسمع الخطباء على منابرهم والأدباء في محافلهم يستشهدون بأبيات الشعر التي تسمى الشواهد يعني في خطبتك لا بد أن يأتي بيت شعر كانت كلها للمتنبي عندما كبرت وقرأت للشعراء كانت كل هذه للمتنبي فهو شاعر حكمة نعم هو شاعر مبادر يعني المتنبي ربما كان أبو تمام يوازيه ربما كان البحتر يوازيه على شهادة أبي العلاء المعري نعم ولكنه كان مبادرا كيف كان يفتح آفاقا آفاقا للقصيدة فيأتي على الموضوع فعندما جاء يعود سيف الدولة على ما أعتقد قال له المجدعو في إذ عفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم الله طبعا نحن نحن نتحدث عن الشاعر بشعره حسنت يعني مثلا بعض المحافظين والملتزمين ينأون عن شعر نزار قباني لأنه كتب في المرأة وأغرق أغرق وأوغل نعم يعني وصل إلى حافة أو إلى الشفير يعني كما نقول ولكن هذا لا ينفي أنه شاعر كبير نعم فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبة الله فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة حبيبتي أنت فاستلقيك أغنية على ذراعي ولا تستوضح السبب أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا الله كم مبحر وهموم البر تسكنه وهارب من قضاء الحب ما هربا يا شام أين هما عينا معاوية وأين من زحموا بالمنكب الشهبا فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا ولا المتنبي مالئ حلبا وقبر خالد في حمص نلامسه فيرجف القبر من زواره غضبا يا رب حي رخام القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصبا يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا ربما مثل هذه القصيدة تجب له ما قبله وما بعده يعني أنت كيف ستنأعن مثل هذه القصيدة هذه قصيدة كبيرة في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعادي عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي وأمية راياتها موصولة مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي يختم قصيدته هذه فيقول يا لي توارثة الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجداد عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق الله 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 فأنت عندما تأخذ موقفا حادا من نزاق قباني ستخسر الكثير كشاعر وكمهتم بالأدب أيضا وبالشعر الجميل أحسنت أحسنت دكتور أنس إلى الشعر الجميل وهذه المرة إلى الشعر ما هو عنوان القصيدة التي ستقرأها علينا في هذه المرة الرهان خذنا إلى رهانك قصيدة قصيرة ومن المؤكد أنه رهان راضح لأن من الشعر ما يجرح سكت وفي الوجه ما يفضح يقول لي الشعر إني صديق وإني بسكينه أذبح يقول لي الشعر إني صديق وإني بسكينه أذبح وألمح مصرع قلبي لديه وأهواه مع أنني ألمح الله كأن الطلاسم وقف علي وإني على وجعي أشرح أخبئ عنه احتراق الفؤادي ومن يسكت النار إذ تفصح وأول بعض الذي أستطيع وعن متشابهه أجنح ربحت الرهان مع السيدات ومن يربح الهم لا يربح الله فأحببتهن وأحببنني وزوجته لكنني أطمح فلا يشبع القلب من قاتليه ويعرف أين ولا يبرح كذلك تفعل بالعاشقين دمشق وحكم الهواء يرجح وأغفو على شعرها الليلكي وأغرق فيه وأمسي عليه ولا أصبح ونغرق في من نحبه ونرضى من القاتلين إذا لوحوا لرمش تهيل بالكحل أن لا يغادر قلبا ولا يذبحوا غريبا هو الحب يأتي لطيفا الله ونعشقه حينما يجرح غريبا هو الحب غريبا هو الحب يأتي لطيفا ونعشقه ونعشقه حينما يجرح ويا ما اعتذرنا ويا ما جنا ويا ما أتيناه نستسمح وحتى إذا قال أنتم جزروا جنات نقول ومثلك من يصفح نقول ومثلك من يصفح صفح الله عنا وعنك ونزلك منازل الصديقين واراقين بمثل هذه القصيدة أبو معاوية الحبيب داني أخرج قليلا عن الرسمية فأنت صديق عزيز كنت وتبقى لابد أن نخرج بعد هذه الوجبة دسمة من القصائد العذبة إلى فاصل واسترحة قصيرة ما رأيك؟ إن شاء الله شهدين الكرام نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل لابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة حياكم الله عزيزنا المشاهدين وأهلاً وسهلاً بكم وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا اليوم من برنامجكم بيت القصيد رفقة تاشعر دكتور أنس سعد غيم أهلاً ومرحباً بك دكتور تحياتي لك يا أستاذ مصطفى قبل أن نذهب إلى قصيدة ومنها تعرج إلى قصيدة أو تذهب إلى قصيدة ختامية قبل هذا سأطرح عليك خمسة مفردات وتعطيني رأيك أو رأيك بكل مفردة على حدة الخاتم ماذا يعني لأنا سيد غيم؟ وصال وصال يصلك مع من تحب الطريق العزيمة يعني لابد أن تخطو لابد أن يكون عندك إرادة القفل أو القفل كما يحب بعض الناس عادة ما يكون النهاية ولكن يجابها أيضاً بالعزيمة والإرادة فينكسر ليس هناك قفل لا ينكسر الشمس حياة ساعة اليد التنظيم مع أنني لا أعتني بها كثيراً جميلة هذه الإجابة إلى مصر جديد دكتور أنس نعم طبيعة هذه القصيدة الجديدة التي ستقرأها علينا وعنوانها تفضل سأقرأ الصولجان إلى صولجانك إذا لسبحان من أسرى تسابيح راكعي أرقنا دماء الخوف في كل شارعي وقلنا لقمح الأرض إن صلاتنا عبادة حب لا عبادة جائعي جميلة على ما بنى من ألف جرح وتدمر وقفنا على قاماتنا كالصوامع فتقرأ في التاريخ ما في نفوسنا ويغنيك حرًا عن مئات المراجع آه والله وإن دلالاً عمدتها قلوبنا تدار على الدنيا بهمس الأصابع وما في جرار العمر من مائنا الذي وردناه ممنوع على كل خانع إذا الأرض مالت تحتنا عن تكبر أقمنا لها أطرافها عن تواضعي نبيون والدنيا زبور وإننا حفظناه عن قلب وشكل وطابعي وإنا عركناها وكانت عصية فجاءت إلينا في ثياب مبايعي تعملقت الغايات منا فقزمت سفاسف أحلام وأحلام طامعي علونا وفي القاع الحضيض تزاحمت مطامح أقزام قصار المنازع إذا وزنت بالمال ناس فإننا وزنا بغايات النفوس الروائع إذا وزنت بالمال ناس فإننا وزنا بغايات النفوس الروائع وإنا نعاف الخبزة إن شاب قمحه صغار وعافت زادنا كفقانع وما لهوا في النفس كان انبعاثنا ولكن لما يخفى على كل خاضعي جميل لحرية تفدى بمال وأنفس وتشرى بأرواح كرام نوازعي لأجل بلاد قسمتها عصابة وأرخصها للبيع مليون بائعي إذا قام هذا الصولجان على دم فلا خير في عيش هنيئ ووادعي وإن الزنازين التي أغلقت على حرائرنا تكفي لسن القواطعي فأجمل ما في العيش عيشة واقف وأسوأ ما في الموت ميتة راكعي الله جميل جدا ننازع هذا الأمر كل مقامر وننزعه من قلب كل مخادعي ونخفض للأحرار هاماتنا التي سنرفعها في وجه كل مصانعي وما كان منا يعلم الله عيبة ولا سفه يودي بطهر الدوافعي ولكن طلبنا العيش حرا مكرما فضن به وغد وضيع الطبائعي فما قيمة الدنيا إذا سامنا بها دعي ولم نردعه منا برادعي ولن تفضت أطفالنا قبل شيبنا لتخرس بالتكبير صوت المدافعي تذرع قوم بالسلام وإننا أبين الخنى من باب سد الذرائع كثيرا هو الحب الذي في جوانحي لأطهر وجه يا طهارة جامعي أصوم لأرض لا يقاس جمالها برسم حدود أو بختم وطابعي فيا وطن المقموع من ألف حاكم سلام على من لا يذل لقامعي سلام على الشمس التي منك أشرقت وأنت الذي فيك اختلاف المطالح وأنت الذي فيك اختلاف المقاطع لفضة فوق دكتور أنس هذه القصيدة ربما تقودنا إلى شيء من الوفاء أريدك أن تكلمنا قليلا عن الشهداء وأثرهم في نفسك الشهداء الشهداء هم يعني فاتحوا الطريق هذا الطريق الذي إذا سلكناه وصلنا إلى الغاية الشهداء هم أصحاب الإرث الجميل يعني ربما حملك آخرون تبعاتهم تبعات أعمارهم إرثهم الذي يكون على كواهلك قاسيا أما الشهداء فإرثهم جميل هو فقط أن تتابع طريقهم لتحصل على ما ينفعك فما يعني لا يوجد أجمل من هذا الأرث في حضرة الشهداء في حضرة الشهداء كانوا وكان الموت أصدق قيلة كانوا هناك يطيرون خيولا يتسابقون إلى مصارع عشقهم غيمات فجر يحطلون صهيلا شدوا على خيل الشموس سروجهم وجروا إلى ما فوق فوق سيولا كانوا هناك على مسافة ثورة من موتنا العمر كان هزيلا هم من جديد أشعلونا مرة أخرى فصار رمادنا سجيلا إن الذين توضأوا بدمائهم صلوا الله الله فهللت الذرى تهليلا وتفحصوا الصحراء كان لمائهم فوق الذي في الماء كانوا النيلا هم أنبياء الشكل والمعنى وإن لم يؤتوا القرآن والإنجيل يا الله جميل جدا الحاملون الأرض حين تعثرت قمحا على أكتافهم ونخيلا والواقفون سنابلا لم تنكسر إلا لأن القمح كان ثقيل وقفوا قليلا قبل أن يتخضب المعنى فمروا في اللغات هطولا كل الهوى من غيرهم متأرجح إلا هو الشهداء كان حلولا ولأن هذا العمر جاء منافقا جاءوا كأصحاب النبي عدولا مسحوا على قلب الحياة وسافروا فاخضرت الجنات ميلا ميلا صعدوا إلى السماء فكانوا في السماوات التي صعدوا إليها أنجما وحقولا صعدوا فكانوا في السماوات في السماوات التي صعدوا إليها أنجما وحقولا والأرض نصف قصيدة من بعدهم وعدت بأبسل شاعر ليقولا ولربما مالت على أطرافها فأتوا لألا تنحني وتميلا مات الذي يحيا ليحيا واحدا إلا الشهيد قضى فعاش طويلا وهو الجواد بكل ما يفدى به إلا بماء الوجه كان بخيلا في حضرة الشهداء كل الشعر متهم وأهونه الذي قد قيل هم علموا الأرض التي لم تبتكر حلا لآلاف الطغاة حلولا سهروا كأسراب الحمام وإنهم تحت الحمام يواصلون هديلا نامت بلاد الله في أحذاقهم هم أغمضوا أحداقهم لتقيلا إن الذي وهب الرسالة روحه لتعيش في الأرواح كان رسولا إن الذي وهب الرسالة روحه لتعيش في الأرواح كان رسولا أحسنت أحسنت يا دكتور أنس أنا لا أعلم إن كان الوقت المتبقي يسعفنا لقراءة القصيدة الأخيرة تبقى معنا ست دقائق ولك التقدير آه كافيا يكفينا إلى الرسول وإلى الشهيد الأعظم وإلى خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم وقاب قوسين أو قاب شمسين ما عنوانك؟ قاب شمسين إلى قاب شمسين وحده كان حين كانوا نياما حين لم يترك الكلام كلاما وحده كان فوق طور التجلي ينهز الشمس كي تشع غراما كانت الأرض قاب شمسين كانت تتهجى من العطور الختامة الله تتقرى ملامح الطغر فيها فاصطفى الله للجمال إماما ليس أعمى من لم يرى النور لكن كان من فرط ما رأى يتعاما إن شاء الله بعد يتمين قام أجمل طفل ذاق فوق الذي يذوق اليتاما يمسح الحزن عن ملايين كانوا قبل أن يمسح اليتيم أياما إن من أرضعته لم تك تدري أنها ترضع الندى والغماما يا الله كان أنقى من ماء زمزم ماءا ولأرقى الأخلاق كانت تماما وهلالا رأته عينا بحيرا فنوى حينما رأى الصيامة كان للليل ما لهو عليه ولقلب توسد الآلاما أن يكن الغرام فيه لماما ويهيج الغرام فيه لماما سبق الفجر في هزيع من الأمان وما في جعبة الروح غير نور تسامى سبق الفجر ثم شد فؤادا نحو غار من صخرتين وغاما بين تلك التلال مر سريعا كاليمام الذي يمر يماما وتسللت خلفه كان شيء ليس كالشيء حوله يترام شفق هالة ضياء وثوب تحته خاتم ومسك خزام الله عليك ما أجمل ليس أغنى من الذي حاز ملكا ورأى الخل نعمة وإداما يعظم الشعب بالذي فيه شأنا وبهم لا ترى الخيام خياما إن من كان للدراويش بيتا صار للطائفين بيتا حراما قمر واستدار لحظة مرت ريشة من جناح جبريل قاما لم يكن يحمل البراق نبيا حمل الطهر كله والسلامة لم يكن يحمل البراق نبيا حمل الطهر كله والسلامة بين هائي الهدى وتاء التجلي لم يضل الفؤاد إذ هو هاما الذي قام من أناه يتيما كيف صلى بالأنبياء إماما عيروني بأنني حين أهوى أخلع القلب للحبيب غياما صلى الله عليه وسلم وبأني أطير من عش روحي نحو روحي الذي أحب حماما حينما ظللتك غيمة عطر كنت في ركبك الشريف غلاما كنت أسقي عنادل الشعر سحرا وأربي في رحلك الأحلامة أنت لست الذي أحب تماما أنت فوق الذي أحب تماما الله وأنا من أنا وما كنت كعبا لأصوغ الهوى ولا الخيامة غير أني جملت شعري فاخلع بردة منك تستر المستهامة وصلى الله على سيدنا الله أحملك صلى الله عليه وسلم هذا المديح النبوي النوراني في صحيفتك دنيا وآخرة الحبيب دكتور أنس دغيم مر الوقت سريعا وكانت هذه الحلقة فيها من الثورة ما فيها من الحب من العاطفة من سيرة الشهداء ومن سيرة سيد الخلق نبيه هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم كل شكر لك يا أسف مر الوقت سريعا وأنت أتمنى لهذا الوقت أن يطول رفقتك للأمانة والله كلمة في الختام من أجل سوريا وهي رسالة مطمئن ماذا يمكن أن تقول أما الأميال والخطوات الأولى التي حدثونا عنها عن الأميال فقد مشيناها سنصبر 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 حتى يكتب الله لنا أمرا وسيكون هذا هو النصر إن شاء الله وسيكون ما تريدون حتما لا حلما ولا وهما وإنما حقيقة شكرا لك دكتور أنس دغيم الشعب السوري بارك الله الشعب المرأة مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختم كل ما لدينا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيدة الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة